بشارة لكل مذنب وكلنا مذنب يرويها محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أذنب عبد ذنبا فقال رب اغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لك قال ثم أذنب ذنبا آخر وين يروح؟ الله ما فيه إلا ربك قال فقال رب اغفر لي قال الله في الثانية أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لك ما قال لا ليش تفعله مرة ثانية وأنا المرة الأولى عفوت عنك اسمع الأعجب الثالثة قال ثم أذنب ثالثة فقال رب اغفر لي قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اعمل يا عبدي ما شئت فقد غفرت لك يا الله أي كرم أعظم من كرم الله وأي مغفرة أعظم من مغفرة الله هذا ربكم يدعوكم لتأتوا إليه وتقتربوا منه هذا الحديث ليس مدعاة للتساهل المعصية والاستمرار فيها لا وإنما هي غلبة النفس وشهوة الإنسان لكنه فر إلى الذي فر منه فر إلى الله ففروا إلى الله أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويتجاوز عني وعنكم السلام عليكم